السلام عليكم مرحبا بكم في حلقة جزء من اجي تعرف اعرف بلك انا برغب بالزافركم اعرفي القرية والانتحانات صومالينا سنحاول ما امكال ان شاء الله سنحط فيديو في كل سمانة او او عشرية ان شاء الله كنا نسيت سهلات فيديوهات اللي وعرة تكشير صوت وصورة تكشي عيكم وعرة ديال بصح السؤولي عليكم انتم هو انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الاشعارات بشوت لكم كل جديد ان شاء الله سنبدأوا هذا السيد اللي سنذهب علي اليوم هو اكتر شخصيات غموضا في تاريخ المملكة المغربية وهو اليد اليوم للملك النابغ الحسن الثاني وهو منفذ ومذبر لاخطر عمليات انقلاب الطرس في المغرب وعلى الملك الحسن الثاني سنقدمه في تاريخها ديالنا سيداتي سيداتي الليديزن جتلمن رحيبوا معي بصاحب النظارات السوداء القاتمة ابكل قوة المسلحة المغربية وعراب الجلادين حامل كل اخطاء النظام السياسي المغربي في سنوات الرصاص الجنرال الدموي او رجل الدم اكثر مغربي تلتخطي الدب الدم الجنرال محمد اوفقير تولد محمد اوفقير يوم 14 ماي 1920 في قرية صغيرة كتسمة بعين الشعير نوحي بعرفة شرق المغرب الاب ديالو احمد بن قدور كان قاطع طريق حسب ما قصوه في كلوت كليمنت هو ضابط فرنسي سابق ويقال ايضا ان الاب ديالو هو اللي علمه وسائل تعذيب وزرافية استادية اللي يضغط على شخصيته فيما تبقى من الحياة ديالو والاب ديالو ايضا كان جاسوس الاستعمال الفرنسي اللي عينه باشا على بودنيب درس في مدرسة بودنيب ثم التحق في اعدادية ازرو طريق بن زياد اللي كانت كانت تعتبر من اشهر المؤسسات التعليمية في عاد الحماية قبل ما يغادر مدينة مكنس والتحق بالمدرسة العسكرية كانت تسمى الضر البيضة وكانت تحسيد الفرنسي تخرج منها بدرجة ملازم في الجيش الفرنسي عام 1941 وهو نفس العام اللي بدفع الفرنسي من حرب تحرير فرنسا من المانيا النازية وكان هي طلعها حصل فرنسا عام 1940 ومن ذلك الوقت وتبقى لمانشرة العائلة دياله انه شارك وهو ضابط مغامر وصغير في حروب فرنسا وتحت العالم ديالها وغينا الاعجاب الضباط الفرنسيين لاستبساله وصارمته وكل شيء كان يعرف انه كان قناس ماهر ديال بالصح شارك افقر في الحرب العالمية الثانية وبالضبط في معركة بيل فيدر ومعركة غارليانو في ايطاليا ومعركة تحرير سينو وشارك ايضا في الحرب اللي هيند الصينية سنة 1955 غيرترك افق الجيش الفرنسي بروت بات مقدم وغيرجع للمغرب وغيرجع المقرب من الجنرال دوفان قائد الجيش الفرنسي في المغرب لقتل في مايه 1945 40 ألف جزائري مما خارجوا مطالبين بالاستقلال ولان الفجر غيرتلع مهما طال سواد الليل فقد غادرت فرنسا المغرب رسميا سنة 1956 لتستكل المملكة اخينا بعد استقلال المغرب كلم ملك محمد الخامس في حجل ضابط بارع قادر على جمع المعلومات والتعامل بدهاء مع التيارات السياسية المتصارعة على الساحة المغربية ومالقاش افضل من الجنرال الشاب محمد افقير اشغل افقير منصب مدير الامن الوطني للمملكة خلفا لمحمد الغزاوي ويجسنقل الجرائم دياله بعد قمع انتفاضات الريف شمال البلاد عام 1950 في 13 نوفمبر 1963 تعيين وزيرا للداخلية في بداية حكم الملك الشاب لحسن الثاني 23 مارس 1965 قامت مظاهرات الطلب الشهيرة بعد ترد الأوضاع الاقتصادية وأوكلت مهمة إخماضها للمظاهرات الأفقير وكلمة لحسن الثاني حسن باعه يطلب منه إعادة الأمن في أي ثمن واذا ندر؟ طلع في هلكوبتير وهزر الشاش ديله وبخير يرش على المتظاهرين وكيقتل فيهم واحد بواحد وقتها أصبح الناس لا يطيقون سماعي اسم محمد افقير وانعتتوا عائلات الضحايا بالسفح أو القاتل البارد ولكن أخطر عملية غيرها افقير هي قاتل أو اغتيال المقاوم والمعارض لمهدي فمبركات بالمناسبة في الفيديو اللي فات اهدرت على قضية اختفاء اغتيال مهدي بمبركة فيديوزوين اللي بغيت تفرج فيه غنحط الليلة ديلة فالتحت في الديسكريبش فاشرة يوليوز عام 1971 كلمة ملك الحسن الثاني كيحتفل بعيد ميلاده الثاني والأربعة مع الضيوف ديلة في قصر استخيرات حفل غات سلب أنهار من ديمة بحيث تعرض القصر الهجوم مسلح بقيادة طابد محمد أعبابو قائد من درسة أهرموم العسكرية والجنرال محمد المذبوح الهجوم اللي شرك فيه تلاميذ وضباط المدرسة لنفضؤهم الرئيس ديلوم اللي قال لهم أنهم فقط في مناورات عسكرية خاصة مساكل ما كانوا شعرفين أنهم في انقلاب عسكري حتى أمرهم أعبابو بإطلاق النار لتسقط أعشرات الأرواح من الأبرياء من شخصيات مرموقة مغربية وأجنبية وقبل أن الإقلابيون يستيطر على مبنى الإذاعة والتلفزيون لأبولتر المغارب خبراً مفاده أن المغرب صار في يدي الجيش إلا أن خلافه قابين زعيمي الإنقلاب غايت تسلا بموت الجنرال محمد المذبوح بطالق ناري فأمر من أعبابو أما النهاية الأعبابو فكانت هوليو دية بعدما تقابل مع العدو والذين يدلوا العقيد باشير البوهالي وطلقوا النار بجوش في دقة واحدة وماتوا بجوش وهنا وبموت زعيمي الإنقلاب غايتش لإنقلاب وسينجوا الملك ولكن القصة بقى ما زالتش فللحديث بقية الملك بعد ثلاثة الأسابيع دووزها في القصر ديالوفبيتس شامل فرنسا قرر العودة للمغرب في 16 غوشت 1972 بعد 13 شهر بالضبط من المحاولة الإنقلابية لإنقلابها للمذبوح وأعبابه كان في طائرات البوينغ 727 التي كان يقودها محمد القباج ناقيب سابق في سلاح الجو البوينغ كانت تحلق فوق سماع تطونا ستفجأ هذه طائرات من نوع F5 أمريكية الصنع كانت من سلاح الجو الملكي ثلاثة منها بدأت في إطلاق النار على طائرة الملك لكن الملك ناجط كيف بدأ هذا الشيء كامل أو الذي سنعرفه؟ بعد فشل الإنقلاب ستحول الملك الحسن الثاني للعمل الميداني وسيوزع المهام وسيقول جنيرال أفقير جنيرال أفقير كيف؟ إنني أهد إليك بجميع سلطات المدنية والعسكرية أنت الآن وزير للدفاع تكلف بإنهاء هذه القضية وفعلا ستتكلف محمد أفقير بإنهاء الإنقلاب في ساعات قليلة حيث تم القبض على مئات المتوريطين وفي أقل من 48 ساعة تم إعدام أكبر جنيرالات المملكة وهما حمو و أمحرش و حبيبي و بوغرين وهذا ما يبقى؟ تسجن في حبس القناة هذه الصلاحية كل ما يقول هذا الملك الأفقير ستجعله يقول الرجل أقوى في المغرب بعد الملك وهنا سأقول لأفقير الفكرة في الإنقلاب الثاني بعد فشل الإنقلاب الأول ملك الأفقير كائد المهمة والذي يكلفوا بها الملك الحسن الثاني والذي هي إنهاء قضية الإنقلاب لم يقوم بالقبض أطفية كل المتوراتين بل خلاش أحدين فيهم سيوضفهم في الخطات المستقبلية ولعل أبرزهم العقيد محمد أمقران قائد القاعدة الزوية في قنيترا ستصل أفقير بأمقران و يطلب منه أن يجي عنده للرباط حيث أمقران كان في الصخيرات من الذي يوقع الإنقلاب و قدر أنه يهرب و من الذي يخرج للطريق تلقى مع بعض الأستقاء ومساول محمدية من بعد مساولة لطن وطلب ميروحية ومساولة بعصرات للقاعدة الزوية في قنيترا الذي هو القائد ديالها من الذي تصل أفقير بأمقران ستصل أمقران بدوره بصالح الشأن مع 12 جليل تقريبا و ستصل المساعد المفضة للمقوتي لكي يجيب معه السيارة لكي يرافق أمقران للرباط و من الذي يصله قال لهم أمقران بهذه الحرف أصدقائي الذي لم أعد لهم فهو ذا عن أيها الأصدقاء حيث أمقران يكون عارف أن أفقير سوف يصفي عليه من الذي يدخل أمقران على أفقير ستوجه لي الجنرال أفقير و سيحييض من الدارة و ستجعله في عين أمقران و سيقول لي أنا عارف أنك من المتورطين فالإنقلاب و عندي جهلات الزمناء التي تثبت فعلا أنك متورط في طبيعة هذه الأمقران ستكون فيها تفتهم لكن أفقير سيشد التليفون و ستصل بالأصدقاء و سيقول لي هذه السماعة الثانية لكي يسمع المكالمة و بالفعل تم الاتصال بالضباط الثلاث لتهم الزميلهم أمقران و من لسالات المكالمة قال لي أفقير هذا الشكل يعني يجب أن تلقى عليك النار و تكون من المعدومين ولكن مدام تسلوطات كلها في يدي ف سألنحك فرصة لا تتعود أعتبر رأسك لأنك مراقب سير القاعدة و دير أي شيء أمرتك بها و هكا قدر أفقير أنه يدين أمقران في جيبو لكي يكون وسيلة لتنفيذ الإنقلاب الثاني من الذي يقول الجنيرال أفقير و وزير الدفاع و المعظور العام بذلك يزور باستمارة للقاعدة الجوية و كان الهدف من هذه الزيارات المتكررة هو لكي يكسب ضباط القاعدة لكي يكونوا من الأتباع و يستعملهم في المحاولة الإنقلابية على الملك و في هذه الفترة لكي يمشي أفقير للقاعدة الجوية بدأ أمقران يطرح عليه جميع المشاكل الموجودة في القاعدة و بذوره قدر محمد أفقير أنه يحل جميع المشاكل المتعلقة بالصيحة والسكن والزيادة في الأوزور والرتب و كان أفقير يلبي جميع الطلبات لكي يطلب هذا في بعض القاعدة من التقوة لعلاقة بالأفقير و أمقران ستعرض عليه أفقير المسرع للإنقلاب على الملك الحسن الثاني و يحكي له بعض الأسر لكي يعرفه فقط أفقير و ستعرض أمقران على عرض أفقير بعد تردد أولي و ستطلب أفقير من الأمقران تهيئ خطة محكمة و دقيقة لكي يكون إنقلاب هذه المرة إنقلاب تقني و عصري عوض الفانتازية اللي دار أعذابه و كانت الخطة هي إثقاط الطائرة الملكية في البحر و في 27 يوليوز 1972 أي بعد عام كامل من إنقلاب الصخيرات الملك الحسن الثاني يضعم برفقات لعائلة ديالي و الحاشية الفرنسا لكي يدوز عطلة و في 16 غشت 1972 كان الملك في طريق العودة للمغرب بعدما تلقى تحذيرات من المخابرات بأن هناك تحركات مريبة داخل الجيش و عبر طائرة بوينغ 727 التي كان قودها القبطان محمد القباج و في هذه اللحظات 6 طائرات من نوع E5 ستنطلق من القاعدة الجوية القنيطرة في تجاه الشمال و السبب هو استقبال طائرة بوينغ الملكية ثلاثة من تلك الطائرات كانوا عارفين بالإنقلاب و ليس صارجين بالقردس أما تلك الثلاثة الأخرين لا يوجد القردس يعني لا يمسلحين طائرات الثلاثة التي كانوا يمسلحين واحدة كان فيها قويرة وهو واحد من ريوس الحربة و الثلاثة الأخرين كانوا فيهم القبطانين الزياد و أبو خالف و الثلاثة الأخرين ما كانوا عارفين ولو الإنقلاب من بينهم القماندو صالح الشاد و المنازمين دحو و أبو بكر هالثلاثة اللي ما كانوا عارفين ولو الإنقلاب كان على بالهم أنه في عملية روتينية وهي تنفيذ بروتوكول حماية الطائرة الملكية فهو بروتوكول جريبي لعمل هاتش اللي بين أما في الخفاء فهي محاورة انقلابية مرافطة من الجوالات الاستطلاعية دخلت الطائرة الملكية أخيرة للأجواء المغرب وهنا بدأت القضية تفاشق قبطان طائرة محمد القباج بطائرة إفايف كتدور عليه سووا لهم في الراديو و يشكونوا معه ولكن انت واحد ما جاوه طلب القباج من طائرات يحيدوا من أحدها بأمر من الملك الحسن الثاني و قال لهم أن الملك مطلبت لحراسة و بدأك يعود في هذه الجملة احتشف طائرات كتتخطف وضعية وجمية بشتري فيهم وهنا فهم البلان وبدأ الفيلم الراعب والذي في السماء خيف والذي في الارض بعد فترة قدرت الطائرات الحربية أنها تضرب أحد المحركات في طائرات البونغ الملكية و في اللحظة و قلت القباج في الراديو و قال لهم أنه فقط تسيطر على الوادح وهذا يضع الطائرة في أي لحظة و تستضم الأرض بدأوا الطائرات الحربية يجبوا رصاص على البونغ الملكية لكي يتأكدوا من السقوط وهذا من الطائرات التي كان يقودها القويرة والذي في اللحظة تخسر لها الرشاة و قررت الهجوم انتحاري على طريقة الكاميكاز الياباني شاهد المصر و قرر أنه يصطدم بها وبالفعل شاهد الاتجاه ولكن في اللحظة الأخيرة قلت القويرة بالبراسود و قلت الطائرات في وضعته القائبة و تضرب الطائرة الملكية ولكن قدر القباج أنه يتفادها و تضرب له فقط للجش السفلي وهو بطل القويرة على الأرض و شده رجال تارك الملكية و قتل بوينغ طائرة في السماء بمحرك واحد فقط الكابيتان جاء بطائرات الحربية يتلفوا و قرروا يشعلوا النار في الطائرة الملكية و هذه القضية تكلف بها القبطان بو خالف ليرمى بخزان عامر بمواد حارقة على البوينغ ولكن القباج كان هارب و رغم أن المحركات كانوا خسرين قدر يهبط بالطائرة العلوم من خافية جدا وهذه كانت مغامرة كبيرة منه ولكن قدر أنه يخليها في السماء طائرة البوينغ كاملة كان يخرج منها الدخان فأي لاحظة قدر تفريعه ولكن قدر القباج أنه يوصلها لبر الأمن وهبط بها في مطار ريباترة و وصد وخان كاثف في مشهد غوليودي مفهم فيه و فقير و أمقران توزا و في المطار كانت نخبة من الوزارة و الضوبات السامين لما عرفة والو جاء غير تلقى بالملكة العادة و تنفذ البروتوكور و تسلم عليه و هذا الأخير تقبلهم و أعطاهم تعليمات و خرج من المطار في واحدة طمو بالعادية لكي لا يعيق به التواحد و أمورها يمشى القصر في الصخيرات و فقير لم يفهمه والدشر و يدر آخر محاولة له طلب من الضباط أنهم يعودوا يمشون المطار ريبات و يضربوه و يمشون القصر و يدرون نفس الضربات الجوية و بالفعل ذلك و لكن الملك كان يمشى القصر الصخيرات و الموكب و هو الذي يمشى الرباط و مع الأسف مات العشرات من المدنيين فهذه هجمات الجوية و قبطانين زيادوا بخلف يمشوا بطائراتهم من الضباط الطريق الذي كان متابع المملكة المتحدة و حاولوا أنهم يطلبوا اللجوء السياسي و لكن يلاعيب مع منطحته لحسن الثاني سياسي محنك قدر يجبه من الضباط الطريق بتدخل سياسي صغير منه مهم الملك اختفى و قد أمره و لكن لماذا كان عارف أن أفقير مرهد شولالة الله أعلم حيث أفقير رجع للقصر و من بعد القوهمية تمام كان يقول أنه انضحر و لكن زوجة فاطمة أفقير تقول أنه تقتل بخمسة القرضاصات و كان رواكة تقول أن الجنيرال أحمد دليمي هو الذي قتله و هذه هي الرواية الأرجح صدرت الأحكام يوم 7 نوفمبر 1972 حيث تم الحكم بالإعدام على أمقران القويرة و سبعات يلطيارين أخرين و 32 تحكموا بالأشغال الشقة و بعض الضباط المشول تزمان مرت منهم صلح الشاد و أحمد الوافي و المشكلة حتى أن بعض الضباط المدار والذي يديهم من أبرجليهم دوجوا الجحيم في تزمان مرت كما أن عائلة أفقير يعني مراته وولاده داقوا مرارة السجن في الإقامة الجبرية محمد القباج اللي هو بطل هذه القيصة دوز شهر في المستشفى العسكري بعد نهاي الإنقلاب وتمتعينه قائد القوات الجوية برتبات جنرال و أزيد عليها أخذ مسؤولية تدبير للمكتب الثاني اللي هو مكلف بالمخابرات العسكرية مهم بسبب هذه المحاولة الإنقلابية تبتلست عاملات العسكرية من ناحية نظيمية و تسيرية و إلا الملك هو على رأس الهارم العسكري يعني ما فقاش الجيش بوحده و إلا أي قرار كبير يخرج من عند الملك شخصيا اللي و إلا تقاع على هيئات العسكرية يتبع عليه وبسبب هذه التعديل تزيير هذه القضية و كل شيء يدوز على يد الملك و عاشها لكل نسو عادة يهو الدرس و صاني هذا الفيديو هذا صراحة قصة زوينة بزا فعجبتني لنا شخصيا جميع المصادر اللي اعتمت تعليفات اللي بيتلقى والتحت في الديسكريبشن لا تنسو أن تخليلي واحد كومنتر زوين تلايكوا في الفيديو ليعجبكم و تابنوا في الاشتراك و فعلوا معكم جرس الاشتراك لكي يصلكم كل جديد إن شاء الله فهذا فيديو جديد إن شاء الله سيكون نهار السبت على الشخصية الجديدة و أهم شيء لا تنسوه أن تبارتجوا فيديو تبارتجوا هذا الفيديو فواتساب انستغرام فيسبوك و لا تنسوه تفاعلوا على هذا الفيديو حيث كلما كان تفاعل كبير كلما اليوتيوب يطلع على هذا الفيديو للناس جداد لكي يتفرجوا فيه لا تنسوه لا تنسوه لايك و شير و سبسكرايب تهل الله و ليه فرسكم السلام عليكم